مرحبا وتحياتي الى جميل في الواقع ورغم التجاهل ورغم التعتيم ورغم الاقصاء المتعمد الذي مولس على لويس فردنان سالين يعني حيا وميتا ومع ذلك سيبقى سالين واحد من اهم الادباء ومن اكبر الروائيين الذين انجبتهم فرنسا في تاريخها وفي الواقع اهمية سالين لم تتأطى فقط من كونه مبدع في مجال الكتابة الروائية او لان رواياته تصنف من الفئة الاولى في عالم الرواية لا صحيح هذه امور جد مهمة واساسية لكن في الواقع اهمية سالين قادمة من كونه احدث تغيير في الشكل والمضمون التقليدي للرواية في فرنسا وممكن هنا ان نقول بان سالين اثر في الادب الفرنسي من ناحيتين اولا من ناحية النقد الادبي تحديدا عندما اصدر ذلك البيان الادب الشهير بيان الادب المعاصر واعلن فيه حتى قبل سارتر اعلن فيه ان الادب التزام وان الادب رسالة وانه لا بد للأديب ان يقول الامور كما هي لا بد للأديب ان يكون من ان يكون صريحا يجب ان يكون صريحا يجب ان يكتب بصراحة من دون مواربة ومن دون اي التباس عليه ان يعطي موقف واضح كل الوضوح وفيه اعلن سالين ان مهمة الادب هي كشف الحقائق اخبار القراء بما هو موجود عدم اخفاء اي شيء عن القارئ تعضيح الواقع مقاربة كل الازمات كل الاشكاليات كل المشكلات كان يرى انه على الادب وعلى الادب ان يخاطر بنفسه يعني كما يقال حتى لو وصل الامر الى المخاطرة بالنفس عليه ان يكون صريحا عليه ان يكون ملتزما عليه ان يقول كلمة الحق وان يهدم من ورائه كل الجسور فرجع عن الحق على الاديب ان يعري كل زيف ان يفضح كل مستور ان يصور الحياة بكل شفافية بكل واقعية عليه ان لا يهادن ان لا يمالق ان لا ينافق ان لا يراوغ كما يفعل رجال السياسة مثلا فهذه ناحية تبرز لنا قيمة سيلين الادبية اما الناحية الثانية فهي ناحية التأليف الروائي بدون النشاك ففي الواقع هذا المبدع الكبير ان يرألف اعمال خالدة اعمال روائية يعني ستطبع كل النتاج الروائي من بعدها بطبيعها وبسماتها في الواقع لويس فردنان سالين وبالفم الملآن هو اب كل الروايات ابدا هو اب كل الروايات الوجودية والعبثية وحتى مسرح اللامعقول وادب اللامعقول وكل ما انتج الأدباء والكتاب في هذه المجالات وأب كل هذا الاتجاه طبعا هذا الاتجاه أو هذه الكتابة الأدبية التي اتخذت هذه الاتجاهات طبعا انتشرت في فرنسا في فترة النصف الثاني من القرن العشرين على اثر الحرب العالمية الثانية فسالين هو رائد هذا النوع الأدبي والروائي هذا النوع الأدبي والروائي الذي طبعا انغمس في داخل هموم الذات الإنسانية وعبر عن كل قلقها ومخاوفها عبر عن كل تشوهات الحياة عبر عن قساوة وقتامة الوجود الإنساني في العالم في خضم عالم لا معقول عالم لا منطقي عالم ينخره العبث والفوضى والجدوى عالم مجنون عالم مجنون فسالين هو من فتح الباب على مصرع عيها لمقاربة هذا العالم ومقاربة العبث والشر المحيط بالإنسان في العالم سالين هو من فتح الباب للحديث عن البؤس البشري هو مثلا أول من استخدم علم النفس يعني حتى قبل سارتر في محاولة لسبر أغوار الشخصية الإنسانية أو الشخصية الروائية هذه الشخصية التي تعيش القلق والخواء وتشعر بالغثيان من وجودها وتشعر بالغثيان من الوجود بشكل عام هذه الشخصية التي تبحث طبعا عن إجابات لأسئلة الوجود الكبرى من نحن ولماذا نحن هنا ولماذا أتينا وما الذي يجري وما هو المصير وما كل هذا العبث إلى آخره سالين هو الذي ظهر مساوئ الحرب وأهوال الحرب وتبعاتها على الإنسان وحياته سالين هو الذي هو أول من أوحى في عالم الرواية الفرنسية في القرن العشرين أوحى أو تكلم بصراحة متناهية عن وحشية الإنسان وكيف أن الإنسان ما هو في جوهره إلا وحش بشري وحش كاسر مفترس حتى لو لبس بدلة حتى لو لبس ربطة عنق وثياب فاخرة إلا أنه في داخلها وحش وحش يتحين اللحظة للإفتراس والانقضاض ويخبرنا سالين كيف أن الحرب الحرب دائما تذكرنا بما نحن عليه يعني الحرب هي التي تخرج الإنسان من هذه الحالة المدنية الزائفة تطهره منها إن صح التعبير طبعا ليعود إلى براءة أصله أو إلى أصله إلى أصله وحش همجي كاسر مفترس عليه أن يقتل كي لا يقتل في خضم صراع البقاء فالسالين تحدث كيف أن الحرب تخرج أسوأ ما في داخل الإنسان من وحشية مكبوتة طبعا ليعود هذا الإنسان إلى سيرته الأولى مفترسا متوحشا كما قلت في خضم صراع البقاء الذي يحكم وجود الكائنات الحية والذي يحكم العالم بشكل أو بآخر هذا شيء من سالين هذا مجرد قبص قبص من أثر أفكاره على عالم الرواية الفرنسي وحتى الأوروبي بشكل عام هذا بعد ولم نتحدث عن ابتكاره لأسلوب جديد مختلف في عالم الكتابة وأدت أمور أخرى متعلقة كتجديده في مجال التعابير في مجال التركيبات سواء اللغوية أو الزمنية الروائية كمسألة صيغه أو صياغته لعبارات ولجمل مبتكرة كمسألة استعماله للغة المحكية وهذا أمر كان ثوري في حينه استعماله للغة المحكية بدل اللغة الأدبية المنمقة أو الرسمية طبعا إلى غيرها من أمور كثيرة جدا يعني توجت في نهاية الأمر لويس فردراند سيلين كأكبر كاتب فرنسي في حينه لبل دفعت بأكبر كتاب فرنسا للتسليم بأستاذيته بأستاذية هذا الطبيب المجنون كما كان يلقب الطبيب المجنون كان لقب لسيلين في الحي الفقير الذي كان يعالج فيه الفقراء والمشردين بالمجن يعني مثلا قال عنه الكاتب والأديب الكبير في حينه مرسي الإمة قال سيلين هو أستاذ الجيل بأكمله أستاذ الجيل بأكمله وصفه لأديب آخر لم يعد يحضرني الاسم بأنه صاحب أكبر موهبة أدبية في فرنسا يعني تخيلوا مثلا أن جون بول سارتر استوحى عنوان رواية الغثيان من جملة وردت في رواية سيلين بدوره ألبر كامو مثلا قال بأنه عندما ألف رواية الغريب كان واقعا تحت تأثير شخصية فردنان بطل رواية رحلة إلى آخر الليل يعني شخصية مرسو متأثرة بشخصية بطل رواية سيلين سيمون دوبوفور مثلا كتبت في مذكراتها قالت بأن الكتاب يعني صاحب أكبر تأثير عليها وعلى جيلها واقعا كانت رواية رحلة إلى آخر الليل لبل قالت بأننا كنا نحفظ يعني بعض من مقاطع الرواية غيبا عن ظهر قلب هي وسارتر وعلى ذكر سارتر يعني من المهم ألضا أن نمر على ذلك الخلاف الشهير الذي وقع بين سيلين وسارتر فبعد انتهاء الحرب وخروج سالين من فرنسا طبعا لتعاطفه مع النازية وعداء إهل اليهود وعلى الرغم من أنه لم يكتب ولو لمرة واحدة في مدح أو تقبل الاحتلال النازي لبلاده ومع ذلك يعني يؤخذ عليه بأنه يعني إن لم يكتب مدحا لم يكتب معارضا أو كان يمدح النازية قبل الاحتلال ويعني لم يتراجع عن موقفه المهم عندما كان في السجن في الدنمارك طيب نشر جون بول سارتر مقالة في مجلة الأزمنة الحديثة واتهم فيها سيلين بتلقي أموال من الاحتلال للنازي يعني قال سارتر بالحرف أن سيلين كان يدافع عن النازية لأنه كان قلم مدفوع الثمن طبعا وصلت الصحيفة إلى يد سيلين في السجن ويعني غضب جدا لبل الأهم هو أثر المقال في فرنسا فعلى أثر هذا المقال تعالت بعض الأصوات في فرنسا مطالبة باسترداد سيلين ومحاكمته في فرنسا وحتى إعدامه فهنا رد سيلين على سارتر رد برسالة إلى نفس الصحيفة وفعلا نشرتها الصحيفة يعني طبيعي جدال بين أديبين ويعني الصحيفة لها مصلحة فنشرت رسالة سيلين التي أتت في مقام الرد على سارتر وفيها هاجم سارتر بعنف سيلين هاجم سارتر بعنف وطبعا دافع عن نفسه فقال يعني حول اتهامه بالتعامل مع المحتل الناسي قال بأنها مجرد أكاذيب فأنا لم أتعامل يوما مع الاحتلال بقيت في بيتي لم أكتب أي مقال امتدحت فيه الاحتلال ويقول بأنهم زوروا على لسانه يعني الكثير من الأقوال والحوارات وأمور كثيرة جدا يعني لم يصرح بها ويتساءل سيلين أنه طيب إذا كنت داعم للاحتلال في حينه وكنت أتلقى أموال من الاحتلال طيب لماذا كانت كتبي ومقالاتي محظورة في ألمانيا في حينه إذا كنت عميل وكما يقال يعني أطبل للاحتلال وللنازية طيب لماذا يعني حضرت أو صنفت مؤلفاتي في فرنسا على أنها يعني مؤلفات وأعمال غير مرحب بها من حيث النشر أيضا يدافع عن نفسي قائلا بأنني لم أكن أبدا عضوا في أي حزب لا في الحزب النازي ولا في غيره ويضيف أنني لو أردت أن أستعرض يعني كل الأكاذيب التي طاولتني لا توجب علي كتابة ما يوازي كل الكتب الموجودة في المكتب الوطنية في باريس على حد تعبيره طبعا لينهي هذا المقال أو الرسالة بمهاجمة سارتر بعنف فيصف مقالة سارتر بأنها تصرف غير مهني تصرف معيب تصرف مخجل في عالم الأدب فأن تصدر بيان لإدانة كاتب في السجن وتعلم بأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بحرية يعني يشبه سلينا الأمر بإنسان جبان يعني يضرب إنسان مكبل اليدين فينتهي سلينا إلا أنه توجب عليك إن كنت محترما يعني بمعنى أن تلتزم الصمت حتى أخرج من السجن فيعتبر أن ما قام به سارتر تصرف وضيع مخجل تصرف غير شريف لكن ينهي بجملة يعني أنقولها حرفيا يقول أن سارتر تصرف بهذه الطريقة الغير شريفة لكن لا فرق لأن سارتر لا يعرف أي معنى للشرف لأنه مجرد قضارة وطبعا أخذت القصة منح سجالي فأدارت سجالات بينه وبين سارتر على صفحات الجرائد والمجلات وحتى أن بعض الكتاب والصحفيين أدلوا بدلوهم ومنهم أن أردتم الصحفي والكاتب الفرنسي اليهودي جاك روبرت روبرت وعلى الرغم من عدائه لسيلين إلا أنه صرح بأن سيلين في تلك الفترة كان في فترة الاحتلال النازي يعني كان غنيا بسبب المبيعات المليونية قبل ذلك لعماله يعني لم يكن بحاجة للمال لم يكن بحاجة لأخذ أموال من النازيين وبالتالي شكك برواية سارتر في مكاننا طبعا رد سارتر على سيلين متهما إياه بخيانة بلاده وكيف أنه لا يجوز الصمت على الخائن حتى لو كان في السجن فهناك الألاف ممن ضحوا بحياتهم من أجل تحرير البلاد ويعني بما معناه تأتي لتقول يجب أن نصمت وكيف نصمت عن خائن وهناك شهداء إلى آخر لبل اعتبر سارتر أن الصمت على الاحتلال وعلى الخوانة يساوي التعامل مع الاحتلال وأيضا رد سيلين على الرد ونعت سارتر يعني نردتم بنعوت قوية جدا يعني قال شبه سارتر بالقزم قال بأن سارتر قزم لا يجيد سوى سرقة إنتاج الآخرين واتهمه بسرقة طبعا فلسفته الوجودية من فكر الفيلسوف الألماني الكبير هايديجر أيضا يتحدث يعني طالما الشيء بالشيء واذكر أن لدى سارتر عقدة نقص قادمة من أمرين الأول هو أنه يعني قبل الحرب وجه دعوات كثيرة جدا لهايديجر ليكون بضيافته في باريس لكن كل هذه الدعوات قبلت بالصد من الفيلسوف الألماني وهذا برأي سيلين ما أوجد عقدة نقص عند سارتر أما عقدة النقص أو أن المنبع الثاني لعقدة النقص فهني على حد تعبير سيلين قادم من ذلك الحول في عينيه فكان أحول وكان ديه يعني حول وبالتالي هذا الأمر سبب له يعني على حد تعبير سيلين أقضت نقص في مكان ما طيب في الحلقة القادمة سنتحدث عن موقف سيلين من اليهود وسنلخص ونحلل تحديدا رواية رحلة إلى آخر الليل وشكرا على الدقاء